شاركت معالي شيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في الدورة الثانية للمؤتمر الإقليمي تراث تحت التهديد والذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقد شارك في المؤتمر عدد من المعنيين في مجالات التراث والأثار من مختلف دول العالم وعلى رأسهم سمو الأميرة سمية بنت الحسن نائب رئيس مجلس أمناء متحف الأردن ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السيد ناصر جودة وقد أكدت معالي الشيخ مي أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار توجيه أنظار العالم إلى أهمية التراث وإلى قيمة الآثار وأضفت معاليها أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة يسخر كل إمكاناته لخدمة الأشقاء العرب للعمل على حماية معالي من التراثية الإنسانية وبالأخص المهددة بالخطر وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة لسيد ناصر جودة تطرق فيها إلى الوضع الراهن للآثار العربية والتحديات التي تواجه هذا القطاع وخلال المؤتمر تباحث أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدول المشاركة حول أبرز التحديات التي تواجه التراث الثقافي في دول المنطقة والخطوات التي اتخذتها الحكومات في هذا الشأن كما نقش المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بآليات مكافحة الجرائم ضد التراث الحضاري إضافة إلى موضوعات تبادل المعلومات وبناء القدرات وتعزيز سيادة القانون واتفاقيات التراث الثقافية الثنائية الإقليمية وتعزيز التعاون في سوق الفن التراثي وحملات التوعية المحلية والدولية هذا المؤتمر الهام الذي تشارك في مملكة البحرين تحت عنوان التراث المهدد بالخطر في هذه الفترة التي نعيشها في أوطان العربية ونجد كثير من المقتنيات تتسرب وتباع ويتم تهريبها خلال هذه الحروب أو خلال الفترات الزمنية الصعبة التي تمر بها بعض المناطق لا بد من تسليط الضوء على أهمية المحافظة وعلى أهمية الوعي لدى المواطن لكي لا يكون طرفا في هذه العملية التي تسلب آثاره وهويته ولا تعطي البلد حقه في المحافظة على مكتسباته الإنسانية التراث مهمة المحافظة عليها كبيرة وفي هذا المؤتمر تركيز على السياحة الثقافية كونها الوسيلة الوحيدة للتنمية المستدامة هذا ما تنادي به الأمم المتحدة هذا ما يسعى إليه التوجه العام لكي نحقق ثقافة ونحقق مكتسبات اقتصادية لا بد من السياحة الثقافية المستدامة المسؤولة أيضا التي تعمل على نشر الوعي والمحافظة على التراث الإنسان